نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم بحث في تهران مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريفة آخر تطورات الأزمة في سوريا جدول أعمال المعلم الذي وصل إلى تهران صباح السبت تضمن لقاءات مع عدد من المسؤولين الإيرانيين الزيارة تأتي في ظل متغيرات كثيرة تحيط بالأزمة في سوريا أبرزها انتصار حلب ومات له من وقف شامل للأعمال القتالية على كامل الأراضي السورية والتحضيرات التي تجري بشكل مكثف للمحادثات السورية في العاصمة الكزخية أستانا وكان مساعد وزير الخارجية الإيراني حسين جابر أنصاري زار دمشق في الثاني والعشرين من كانون الأول وأطلع القيادة السورية على نتائج اجتماع موسكو الثلاثي الذي بحث الحل السياسي في سوريا ومحاربة الإرهاب التنسيق بين سوريا وحلفائها على أعلى المستويات مستمر ويومي كما سبق وأكد العديد من المسؤولين في العواصم الثلاثة دمشق وطهران وموسكو وزيارة وزير الخارجية والمغتربين لا تخرجوا عن هذا الإطار